السماعين الكرام مرحبا بكم في لقاء جديد لقاء مباشر على الإدعاء القريبة منكم ماذ غاديو برنامجكم استشارة قانونية برفقة الدكتور سعيد ناوي ولو أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول محامي بهيئة الضالة البيضاء مقبولة للمحكمات النقذ مرحبا بك سيدي سعيد شكرا للا سوكاينة أحوال طيبة على خير الحمدلله يبارك فيك الحمدلله يسلامك مرحبا بشرف من نور دكتور سعيد وأكيد أنا ولقاءنا اليوم مستمر بطبيعة الحال وحديثنا عن محاضر القضائيات كلمنا على الأسبوع كامل واليوم حضر معنا واحد الضيف بصراحة أنا معارش اليوم كيف نخطبكم جوج أول مرة نشوف شي ناس توائم في الاسم معنا بطبيعة الحال دكتور سعيد الناوي بالألف ولم واللي هو نائب وكيل العام لجلالة البنية مرحبا بك سيدي سعيد شكرا للا سيدة سوكاينة شرفوني أنا كوني لجانب دكتور سعيد ناوي محضر المسمع الكريم نورين ومشرفين طبيعة الحال الله يجل أيام كون كلها سعادة يا رب أمين دكتور سعيد أنا غادي نرجع لك قبل ما نفتحوني قاشنار طبيعة الحال مع ضيفنا اليوم تكلمنا على المحاضر بشو موليتها ربما تكلمنا أكثر على القوة التووسية وتكلمنا على المخالفات يمكن تكون في المحاضر وتكلمنا أيضا على الطبيعة القانونية لهذا المحاضر الكثير من الناس ربما كتكون فيها نوع من كما قلنا من الرهاب أو أعطيناها اسم الرهاب فبشو مولية نذكروا الناس بالطبيعة القانونية حتى أننا نرجعو للضيفنا بتحلف تفصيل للواقعية هذا المحاضر طيب تحلقنا بأن المحاضر يعني كتكون المنطلق ديال كل الجرائم والجناح إلى غير ذلك المخالفات وبالتالي أنه المشرع المغربي يعني يوضع مجموعة من الشروط لإعتبار هذا المحاضر أنها صحيحة مليحة الشكل وبالتالي أنه ممكن أن تؤدي الدور ديالها المحدد قانوناً وكانت إشكاية طرحات هو اللي قلت في البداية هو القوة التبوتية ديال هاد المحاضر باعتبار أن المشرع جعل له واحد قوة تبوتية كبيرة جداً وهي أنه لا يمكن يعني إتبات عكس ما يعني يتم يعني تحريره في هاد المحاضر إلا عن طريق الزور وبالتالي أنه كتكون يعني الآن كنستغل الفرصة طيب الحال معنا الأسد النوي أنه يعني ما كتكونش يعني للقاضي واحد نوع من استقلالية في اتخاذ القرار وإن كان أن يحكم القاضي وفق اعتقاده الصميم طيب الحال ولكن تبقى أن المحاضر له واحد الحيجية كبيرة جداً ولا يمكن أنه يعني هذه الحيجية أنها تكون حيجية نسبية باعتبار أن القاضي كذلك منزم بتسبيب الحكم دياله وبالتالي أنه دائماً يرجع لوثيقة مهمة جداً وهذا المحاضر هو وسيلة الإتبات وسيلة تبرير الحكم أو تبرير البراءة إما بالإدانة أو الحكم إما بالبراءة أو بالإدانة بالتالي أن اليوم يعني المعنى يعني كما قلت في ضيف يعني اللي ضيف من طيناختين خاصة كان لأول قسم الضيوف الصابقين ولكن علاج لأنه يعني مرر من مجموعة من المراحل اللي ممكن أنه يخبر يعني من انطلاق المحضر كيفاش هذا المحضر كيدار كيفاش كيتستقبله كيفاش أنه يعني يتم إحالة المحضر على المحكامة كذلك في حالة الدفاع على المحكامة أو أنه كذلك يحكم وفق هذا المحاضر إلا غير ذلك فالآن كنستغل له هذه الفرصة هذه إن شاء الله تعالى مع الأستد النوي أنه يعطينا أشياء اللي ربما أننا لم ننامسها إحنا كممارسهم طبيعة حال كمحاميم كنكونش يعني أقرب للمحاضر أقرب يعني استقبال هذا المحاضر بطريقة معينة أو أخرى يعني التدقيق فيها إلى مجموعة من دراستها إلى غير ذلك فابتالي أن اليوم إن شاء الله تعالى غدي نكون سعداء بتلقي كل يعني التوضيحات من طرف الدكتور سعيد الناوي يعني كنائب وكيل عام للمالك فشنو هي الصلاحيات لأنه في كثير من المؤمرات ربما تترجع لهم كلها لكم بين قوصين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيدنا المحمدين وعلى آله وصحبه ومن والهم بإحسان إلى يوم الدين بداية أود أن أقول بأن زميلي في الدفع الأخرى سعيد ناوي عدنا عن توضعين حينما أشارب أننا لو مختصون أكثر من الآخر بالعكس الدفاع ومتنفي أستاذ المحامون هم شركاء في العملية وهم جزء ليتجزء من صدق القضاء بالعكس أنهم يكملون كثير ما يمكن أن يسمى مندوحة من المندوحات فيما يتعلقوا بالتساؤل أو الألوم يجبون أن أعلموا أنه من ناحية الواقعية أن العدالة هي أساس الملك وأنه طبيعي جدا أن المظلوم أو الشخص الذي يبحثون حقين آخر ملاد له هو القضاء وبالتالي إذا كان يلوم فمحقي ذلك لأننا نستشعر حرقة المظلوم وهذا هو عملنا وإنصاف هذا الشخص إذا كان يلوم فهذا لا يمكن أن يكون مصدر إزعاج للعادلة بالعكس هذا دافع ومهمة نوعية إنصاف هذا المظلوم فيما يتعلقوا بالمحاضر فعلا كتوطئة نقول بأن المحاضر أو المحاضر أنواع لكن اليوم المحاضر المكتوب هو المحاضر التي تنجزها الضابط القضائية من أمن ودارك ملكي المادة 24 من قدم السلجينية تولت تعريف المحاضر بصفاعة ما يمكن أن نزع المحاضر إلى أربعة نقاط أولا لا بد أن يكون وثيقة مكتوبة يتولى تحريرها الموظف وهو الضابط القضائية وأحيانا بعض الأعوان الذين توكل إليهم مهام الضابط القضائية وقد نأتي لذلك بتفصيل ثم أن المحاضر يجب أن يتم وفق شكليات معينة وأن هذا المحاضر له حجية في الإثبات الحجية تختلف المشتر عندنا في المادة 190 وما يليها ميازة في الحجية بين المحاضر التي تحرر فيه شأن التتبت من المخالفات والجمع وهالها حجية ليست مطلقة لماذا؟ لأن هذا المشتر يتاق بمضمنها ما لم يتبت ما يخالفها في حاجة إثبات ما يخالفها بجميع وسائل إثبات فإنها تسقط إذا لم يتبت ما يخالفها فلاها حجية أنا أقول بأن الاسل الحجية مطلقة ما دام المشترع أعطى إمكانية إثبات العكس إذا كان المحاضر متبت للجناية المشترع قلل من قيمتها التوبوتية ومن قوتها في الإثبات فقال أنها تعتبر بمجرد معلومات هناك محاضر أخرى أكثر قوة من ناحية الإثبات ويا بعض المحاضر أو المحاضر التي ينجزوها مثلا مهندس ميو الغابات أو موظف تابعون المراقب والصيد البحري والصيد البريء هذه لها قوة توبوتية أقوى لماذا أقوى؟ لأن المشترع قال بأن لا يمكن التطعن فيها إلا بالزور لا يمكن أن تطعن فيها بشهاية الشهود لكي تسدلنا على ما جاء فيها أو على ما جاء مخالفا لها إذن يجب أن نرتب المحاضر هكذا المحاضر التي لها قوة توبوتية أقول شبه مطلقة وهي المحاضر التي تنتجوها بعض الموظفين الذين توكل إليهم بعض ما هم بالضبط القضائية وليسا بالضبط القضائية هو موظف تابع إما الإدارة المياه والغابات أو صيد البحري أو صيد البريء ولكن المشترع في المسترجنائية يقول أنه أهم من أعوام ضبط القضائية وحينما يمارس مهامه يعتبر ضابط الشهود القضائية نعم هذه المحاضر الستنائية هي لها حجية شبه مطلقة لأنه لا يمكن أن تستدل على ما جاء خلافا لها أو أن تستبعدها لا يمكنك أن تستبعدها بمجرد شهاية الشهود أو ثق بل لابد أن تدفعها بالزور وأن تطعنها بأن هذا المسار مزور وهنا كانت إجراءات للزور تباشر إذا تبيع أنه مزور فلنتغت الإجراءات العادية إذا لم يتمد الزور لا يمكن أن تقول لأنني أنا قد أنكرت أمامه أنه ملفاقة وأن الشهود يشهدون بخلال ما جاء في هذا المحاضر لا إذا المحاضر الأولى هي التي قلت بأنها يحرر بعضه مدى في إدارة المياه والغابات أو صيد البريء أو صيد البعلي لها قوة شبه مطلقة لا أقول مطلقة شبه مطلقة لأنه لا يطعن فائلة بالزور لماذا تتوصف شبه مطلقة؟ أنا فقط نرجو لهذا النقطة يعني للمسألة دي لأنكم يعني لوصفكم أو لا تفسيركم دكتور سعيد للمحاضر أنا عندي تساؤل فيما يخص صلاحياتكم يعني ربما ما كانت يتساغ المحضر في كثير من الحالات الشرطة القضائية ما يمكنش لها أو الضابط القضائي ما يمكنش له أنه يقوم شي تصرف معين دون الرجوع إليكم يعني أنتم مالك يبقى عندكم لا أريد أن نقوله كافة الصلاحيات اتخذت القرارات المستعجلة في انتظار أنه تعرض الأمور أمامكم يعني المعصر كله يمر ما بين أديكم مش ما كشوفوش هنا بأنه يتخلق ربما إشكال في هذه الحالة هذه وهو ليس هناك إشكال لأن المشاريع تولى تنظيم الاختصاصات نعم ما دمه كتنظيم قانوني فكله يعمل تحت إمرض القانون طابت القضائية هو يعمل تحت مراقبة وتحت إمرأة وتحت إمرأة النياب العامة ومراقبون كذلك من قبل الغرفة الشنحية بمحكمة السناف الفيصل في ذلك هو القانون إذن ضبط القضائية تعمل تبقى القانون النياب العامة تعمل تبقى القانون قادي الحكم يعمل تبقى القانون بما أن اقتصاصات مفصلة ومحددة فإنه لا إشكالة يطلح في هذا الصدد فيما يتعلقوا بعمل ضبط القضائية هو المشاريع تداده سواء في إطار البحث التميلي أو البحث العادي أو في إطار حالة تلبوس ولكن هنا كتكون واحد القوة تلبوسية لهذا المحضر هذا قد تكون في بعض الأحيان ربما بعض الأمور كما سبقوا تكلمين عليها قد تكون أمور محرفة أو لا كين ظروف معينة لدخلص سيغة هذا المحضر ولكن تكون واحد القوة تبوتية أمامكم وأمام تبات حل القضاء إذا من القاعدة العامة قلت بأن المحاضر في الحجية ثلاثة أنواع محاضر يحررها موظف إدارة المياه والغابات مثلاً أو صيد البريع أو البحرين هذه قوة تبوتية شيء مطلقة أداء واحد وضح إذا داعي أن هناك تحريف أو هناك شيء إضافات أو غير قانونية يمكن له أن يثبت ما يخالفه المحضر إذا أفلح في ذلك وأن يبلع عامات ساء إذا كان هناك دفعون وهناك إثباتات لما لا يستبعد المحضر ولما لا تكون ترتيب مسؤوليات ترتيب مسؤوليات أكثر من ذلك ثالثاً هناك المحاضر الأخرى التي تكون في إطار التبوت من الجنائز موجود معلومات فقط إذا لا خوف في ذلك المشتري حدد القوة التبوتية إذا كان هناك زيغ أقول في المصر الزيغ فإذا القانون قدرت بالمسؤولية سواء على الضابط أو غير الضابط إذا المشتري أعطى إمكانية إثبات ما يخالف المحضر وهناك ستحدث إذا سمعتم حتى على الدفوع التي يترى أستاذ المحامول ومعنى سيدناوي في المثال ببوركلا المحاضر إما لأن الضابط الشرق قضائية مارس الإجراءات القصرية القهرية التي نص على المشريع وإن كانت قصرية المذكورة في باب حالة البوس والحال هو أن الأمر لا يتعلق بحالة البوس وإنما هي حالة عادية وعوض أن يمارس الإجراءات التي كان علي أن يمارسها لأن الأمر يتعلق بجري ما عادية ليست تلبسية فإنما قد مارس إجراءات قصرية أخرى التي تمارس في طر التلبوس يتم الدفع من عدام حالة البوس وعما لأ الضابط كان ما كان عليه أن يمارسها الإجراءات التي جاءت في الباب التلبوس وكان عليه أن يمارسها الإجراءات التي يشكلنا في البعض السميودية قد يتير دفع الأخرى المتعلق في الحلص النظرية مثلاً الإشكالات المتعلقة بها وهي الضامنات التي جاءت بالمجرع قد يتير مسألة تجاوز في الحلص النظرية وهناك عمل قضائية كثيرة ومراقبة صارمة على هذه النوم المحضر أو التوقيع مثلا التوقيع يتأخذ غالبا يدفعه المعلومة بأمر أن التوقيع غير منسوب له مثلا أو مثلا قام بالبصم أو امتنع إذا امتنع هناك الحالات إما أنه يدعي بأنه لم يوقع المحضر وأن هذا دفعول بأنه زور عليه التوقيع مسألة سهلة لأنه من التجيء إلى الخبرة خبرة خطية في النية فوق كل عالمين أو عالين لأن الخبرة في النية سوف تتبيته ما إذا كان التوقيع ويعود لهذا الشخص أم لا إذا قال بأنني أبصمت المشتري أعطى إمكانية البصمة متى؟ إذا كان لا يحسن كتابة فإذا المشتري أعطى إمكانية البصمة ويوشيه الضابط لأنه استعذر عليه التوقيع لأنه التوقيع يجب أن يكون التوقيع المفتوح والتوقيع العادي التوقيع اللي هو عمره كل واحد يعمل التوقيع بشكل ثم يسئل إسمه في المحضر إذا تعذر عليه فإن المشتري أعطى إمكاني لأنه يضاب الشهر القضائية بأن يلجأ إلى البصمة هذا إجراء قانوني وإذا رفض التوقيع أو وضع بصمته فإن ضابط شهر القضاء يشير إلى ذلك ويبرر ويقول ما هو السبب يعلن ما السبب الذي جعل هذا الشخص يرفضه أن يوقع ويرفضه كذلك أن يبسه نرجع معك الأنواع المحاضر المحاضر التالي في حالة مثلا تعرضت قضية معينة على القاضي الجنائي وبالتالي أن القاضي ليست له وسائل إتبات فقط بين يديه المحضر يعني كيف يمكن تكيف إدانة شخص معين يعني ما يكنش أدلة أخرى يعني تساند يعني ما جاء في المحضر مثلا أو صرحة في المحضر قد يأتي المؤثم أمام القاضي يقول ما أنا أدرش هذا شيء يعني ينكر يعني نكرانا كامل وبتري أنه القاضي يبحث عن وسائل أخرى من أجل تحييت أو تسبيب الحكم دياله إذا ما كانش وسائل أخرى يعني كيف يعني أنه ممكن إذا الجواب هو فطية السؤال نعم إذا لم يكن وسائل من وسائل إثبات فإن القاضي يبرع هذا الشخص ثم أن القاضي للحكم وقاضي للغفاة الجماعيات هو لا يبحث عن وسائل إثبات يجب أن النياب العامة التي تأهلتها بالوسائل إثبات لماذا؟ لأن النياب العامة هي تابعة هذا الشخص نعم وقد تعتقن للشخص ربما التي هي حالته على التحقيق النياب العامة هي الملزمة بإثبات الواقع ليس قاضي للحكم نعم ولكن هي جب من حضر إذا لم يكن هناك نعم من إثبات فإن السؤال الجواب فطية السؤال يبرع صحته أكثر من ذلك إذا شك القاضي إذا شك القاضي فإنه يبرع صحته نعم إذا فعلا الشك يفسر اللي صال في مدهة نعم دائما دائما هذه قاعدة قانونية ومبدأ قانوني عالمي ودولي نعم ومبدأ محتوى إسلامي ومتنفع المحتمل الوقائي اللي تربما ليسمح للمجال الذكرها أنها غير خلاص القول أنه يقال بأنه أن تبرع أن تبرع مئة مجرم نعم لشك خير من أن تدين شخصا بريئا واحد نعم لشك فسروا دائما لمستحدي القاضي لا يحكم إلا باقتنائه الصامي نعم يعني دكتور سعيد نظرا لمصاركم لا بغينا نقوله مرتي من مجموعة من الأمور يعني كتت ربما عندكم إلمام واقعي إلمام واقعي ربما بالتصور اللي كانت تكلموا عليه اليوم بشو موليته فانتم كيفاش كتشوفوا سياغة المحاضر كيفاش كتتم كيفاش كتتم يعني التواصل مع سيد نائبك الملك كيفاش كيكون تعامل كيفاش كيكون من بعد التواصل ربما مع الناس المضبوطين أو إلى غير ذلك كيفاش كتطول قد يوصون إلى المحكمة إلى غير ذلك فانبغيروا تعطينا واحدة رؤية شمولية قانونية على هذا المصار هذا من عند الضابط القضايا إلى حدود الجلسة العلنية صدقوني إذا قلت لكم أنني اليوم لم أتي لي أزكي أحد لكن أقوله حقيقا والدفاع سيدنا يا جانب عن يميني أقول لكن دكتور سعيد استعمالك للمفردة باللغة العربية خطيرة جدا هذا لكن ما أقولك بأنه واحد نسبة كبيرة يلتعود 90.90% من المحاضر حالونية صرفة سيدنا قليل جدا هذا هو النذر قليل جدا أنه بعض المحاضر تبطل بعض قليل جدا لماذا؟ لأن الضابط القضائية كونت واحدة جريبة كبيرة الضابط القضائية أراها مؤسسة ماشي سهلة طبيعة الحال أراها كي تكونت من رأس وخين فيهم لأنه كان اسبيكتور دوبوليش ويا ضابط الشرطة وهكذا يتدرجوا كي تتعلم لحرفة وكي تتعلم القانون تحتائم الخالبة عامة كي تتعلم فإنه يصبحه متضل يعني ومن هذه الحالة لا خوف عن المحاضر لأنه نحن تجريبة طويلة عن ضابط القضائية وحينك وكي تكامل نقول لنحن نراقب ضابط القضائية ومع ذلك نحن نراقب ضابط القضائية نحن نكتكامل لأنه ضابط عرشل عفقانون عفانا يقع أن يقف أن يمر متى يطبق هذا الناس ومتى يطبق وثم هو متلوع باستشارة بخطوة بخطوة خطوة بخطوة وبالتالي فإنه الأغلبية العظمى من المحاضر هي مطابقة للإجراءات المسترية الشنائية وهناك يبالك حتى في الجلسات أن حالات دين البطلة المحاضر أعتقد 1-0-1 إلا كان أقل من النسبة هذه يعني ممكن أن نقول الغامر نقول لك أنه مئة 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 محاضر مطابق الخنون إمكان يكينا ولكن قليلا جدا قليلا كان نفخ في القراب المصطلح كان نفخ في القراب لأنه حتى لا نفهم نحن أيضا خطأ نحن لا نتحامل على جهاز ولا نحن فقط نوضح الصورة اللي يمكن عند أو التصور اللي عنده الناس فكتكون فرصة باش نوضحه بأنه ره يعني كل جهاز وطبيعة العمل جاله والإشكال اللي يمكن تتطرح حتى ذلك التخوف اللي كيكون عند المواطن لأنه وللأسف علاقتنا بالشرطة علاقتنا بالمحكامة علاقتنا بالمحامة علاقتنا بالقانون في هدئي من خوف ورهاب ما عارش علاش ولكن كانت بقى يعني واحد العلاقة اللي كيخصانوا عندنا سجلين سجل بالمحاضر المضبوطة قانونا وسجل بالمحاضر غير المضبوطة قانونا أولا عملوا شيء آخر شي سجلين سجل بالناس الراضين العمل وغير الراضين لا كنا في حاجة إلى أكثر من سجل لتشجيلي الجانب الرضائي لماذا يعني ما الذي مش كليك يشكي المظلم الذي يراب أنه حقه ضاع أولا إجراءات لما بدأ تكن ولكن ناس ومكي يجيوش احنا كنا نشوف هذا الملس ليس ما تنصفوش أو ولم يمكي يدعون أنه مان تنصفوش ولكن ناس التي تنصفوش لا لم يجيوش عن ذلك ويقدروا ان تنصفنا إذن لو كان عندنا هادا الامكانية نشوفوا الناس اللي تنصفوه يتقعوا بأن الذين ليدا ينصفوا أو ينصصون بينーン يدعون وينا ينصفون يليلا قليل جدا ولا يقول لك بس بالخوف أنا كنشوفه جانب إيجابي أنا كقادئ أنا أخف أنا لا أحب الذين يقولوا أنني لا أخف أنا هالطبعي الذين يقولوا أنني لا أخف أنا لا أحب الخوف هو خلق الله سبحانه وتعالى هو إيجابي ما لم يرتقي الخوف في المرضي لك نحب وحده غير الخوف أنا كقادئ أخاف خاف انه خرق القانون خاف انه عاسر بالبنان اخاف من مجموعة الامور وبالتالي كالخوف كنت تخوف احيانا كالمتام اللي هو ارتكب الفعل الجرمي هو يخاف وكالمتام الذي لم يرتكب وبقى المتام فهو باري ان تتواج ادنته يخاف من ماذا يخاف مني ان يدان اقول لانه ضمارت كافية لا يدان وخاصة سالشي مرة مش كيس حط الانسان شي موقف يديل ضربني بكا وسبقني وشكا انا ما ضدتش جيازة لا جيازة انا فقط نقل صورات المواطن اللي انا جزء منه هاد صورات المواطن تدولي على ماذا ضربني وشكا تدولي ان الذين يدعون اكثر من الذين لهم لاحق ان هذا يعني ان هناك انصاف او عدل مطلق العدل المطلق في الجنة وعند الله سبحانه وتعالى ونعمة بالله لا بده خطأ وارد لا خطأ وارد خطأ وارد خطأ انساني انا ماذا انا رأى تعقد الرسي سعيدك ربما يوضح الفكرة لانا عندي اير سؤال غير قبل ما السؤال سعيدة تفضل سعيد النقطة المتعلقة بالخطأ نعم في الحديث القدسي خلق الانسان ولا يتمالك نعم اي خلق على سريع ابي ادم نعم ادم اخطأ وانها نقطة الخطأ اول اصلي ادم خطأ الخطأ اول اصوابون طيب انا هيرا نرجع معك لاني المحاضر دايما هو يعني ما يسمى انا نقولها شخصيا لاني انا محامية نقولها بداعات ما يسمى بداعات المساطر المرجعية يجي انسان يعتقل بسبب مسترة معينة جاء واحد قال لي فلا نرى هلي باعه ولي باعه يلحشيش بين قوسين اولا دروبون فكيتجيب يعني كيتم يعني السيمة على الشخص بناء على هلك مسترة المرجعية وكيتم اليدانة الحمد لله كان واحد تيجى الان نسبي لاني عاينت مجموعة من الاحكام نسبيا للقوضات دي المحكام المشتائية السجرية في عين السبع الحمد لله اصبحوا يحيدوا عن هاد المساطر المرجعية اكثر منك ان يقوم بالسدعاء من قام بالدعاء ان الشخص فلان اوه حتى تتم مواجهة ويتم الاقتناع وبعد الاحيانة وحالات كثيرة اشاهدت والحمد لله ان القضاء براء مجموعة من الاشخاص ولكن واجه هاد الان هناك يعني يعني ساند قانوني لهاد المراجع المسترية تتم على ضوءها ادالة مجموعة من الاشخاص اللي قد يكون براء بريئين من المنتهى وكى مصطلح مسترية مرجعية ليس في القانون ما يسمى مصطلح مرجعية لما انه فى القانون ليس هناك مسمى بالضابط القضائي كمصطلح هالضابط القضائية كمصطلح مكنش كين ضابط شرطة قضائية مصطلح يبقى مصطلح مصطلح مرجعية هذا فقى القانون مكنش وإنما هذا العمل هو الذي خلق هذا المصطلح فسميت بالمصطلح المرجعية ولكن سيساعدة قد نرحل الفكرة منتازة أن قضاءة المحكمة الزجرية يستدعون صاحب هذه المصطلح هذا هو القانون إذن الحمد لله ضاهرة صحية ضاهرة قانونية إذا حضر هذا الشخص وأدى اليمين وقال فلان فعلا هو الذي كان يزودني أنت كقادي وانت كقادي يا سنسوكينا شنو هدى الديري معرفتش لا الآن أعطيناك ألبسناك الجبة هكذا هل من المقبول قانونا أنت برئسة هذا الشخص أنا أقوله لا غير مقبول أنا أقوله لا إذن الدفاع الدفاع مع القضاء ولكن الشي مرات ساعد لسم حسيليا الشي مرات كتكون حالات مثلا نعطوه مثال حنا مش بالضروري نعطوه مثال مثال مثلا بمخدرات ونقدر نعطوه مثال مثلا ببيع مسروقات مثلا الشي مرات يقدر يكون شي حد خدا شي حاجة مسروقة ومعرفه شرها مسروقة كيتشد هادك اللي يخذ المسروقات وكيتجر الاسم ديل هادك الشخص آخر مثلا فبعد نحن يقدر نتعاملنا مع شخص معين ما كنعرفوش عن الخلفية دياله كديرا كنت عاملوه مع تجارة بطريقة معينة ونظر لانه مثلا بشي فعل هو ممنوع قانونا وتم إلقاء القبض عليه كي يجرك في الكلام وانت ما عندك حتى شي حضور فهذاك الجريمة مثلا الارتكب او عندك تشي دير ذيك الجريمة الارتكب هنا يعتقل ويتابع في انتظار التحقيقات وفي انتظار انه واش غايتبرع او ما غايتبرع كي قراسم يعني هكاك موقف زع ما صعب جدا جدا لا على الشخص ولا على القضاء ايضا ولكن كيفاش كي يسم تكيفه قانوني هاد الفعل هو اصلا القانون لا يعاقب على الشراء الشراء في حد ذاته وانما يعاقب على شراء المسروق عن علم ولم عرفتوش انا انا جايك انا جايك اذا باش نكونوا واضحين مناكوا صورتان صورة شراء شيء مسروق وتكيف قانوني لا تكيف هكذا تكيفه اخفاء شيء متحصلت او متحصلت من جلحة او جيناية دوت كيف طيب ولكن المشرع لم يعاقب على عملية الاخفاء ما لم تكن حتى مصطلق مصطلق اخفاء ينم عن علمي هذا المخفي اذا لم يكنوا عالما بان هذا الشيء مسروق مثلا او موضوع جيمة نصب او موضوع جيناية او جلحة فان المشرع لا يعاقبه وبالتالي فان يتعلك المادي فقط غير كافي للعدانة نعم يمكنه وبل احيانا اذا كانت الجريمة خطيرة والمتحصل تابعة لدى شخص اخر لا ضير لا ضير اذا كانت هناك قرائن من وضعه حتى في حسن نظرية اذا كانت هناك قرائن قوية وتقديمه والبعث معه اذا تبين انه لم يكن عالما فانه يمكنه اطلاق صلاحي حتى انضر تقضائي مباشرة بلا ما يتقدم وقدوا يقدموا حال الصلاح وسيد ساعد ناوي معناه الان ملفات كثيرة تحفظ لعدم توبوتي الروكل معناه وتحفظ انطلق النية بالعامة لا تمره الا قلاء الجالس لانه لا يمكنه لكن السغرف بعد الاحيان سيد ناوي انني حضرت في الجنايات في ملف معين انه شخص معين كان يقوم بصريقات بعض الحاسوبات من مكان معين اغير ذلك وجاء من محكمه وقال بان هات السيد ركت كنجيبوني ان تقول لي انان اخوهم كي يجيبلي مدنى من دلطني يعني تجيب لي هاد� هاد الي زودينته ولا هاد الي هاده وكان بيعوم له ومع ذلك انه تم المتابعة ديال الشخص وخفح الصراح ولكن تم المتابع يقول لي ما يبضلا ان انا ما عارفش ولكن تم ادي حالة قدامي يعني وقعت شرير خلفيات ما وقفش على الملف كله ولكن قدامي تقول لي هات الشخص هدا ركاش عارف أنا كنت كنجيبوني كنقولي أخويا ركي يجيبوني طاليون كنبيعوني طيب ما هو الضاير بأنه يتابه في حال الصراحة ما هو الضاير بمأنه المشرع ما هو الضاير وما هو الضاير أصلا بس اعتقل مطارق هذا غير ما اعتقل لا ولكن رجوع عنده البوليس الدول ومشعه وشنو المشكلة وشنو درتين كيف اجاد شي وعلاج وقلاج لا انصاف اولوك الام لا اعتبه في حال الصراح اذا انظر انصاف لا ولكن عزميت بالرأيش لا احفظ مستارة لا اجيبك بالقانون هل اعطى القانون للنياب العامة مع همثة الفصل في الفصل لا ابدا بما انه لم اعطيها فانك النياب العامة مهمة ماذا هو ان اتابع او احفظ انتابعت الحال بمأن النياب السيدان شكيت فيه قد يتبين في اطال المناقشة أبام القادة الجلس انه بريء فيتأكد ما بداخلي وذا السبب لي ما اعتقلوش الوكيل العام واذا تبين انه مدان فان قادر الحكم سوف يدينه لماذا لان هذه العملية ماشي بالقانون والذي قصل بين اختصاصات النياب العامة واختصاص القادة الجالس اذا قبل ما ناخدو المكالمات فقط بعجالة هناك يتظهر بان صلاحيات وكيل عام الملك او نائب وكيل عام الملك كانت بقى صلاحيات محدودة بحل قادة صلاحياته محدودة بقدر الوثائق لقدامه كل مقدرون له ان يعمل في اطفال القانون عام النياب العامة تبقى القانون لا يتعدى الى عمل قادة الجالس وقادة الجالس لا يتعداه اشكب بلقنات بانه في القانون الجنائي ماشي يقول لك يبحث عن وسائل الاثبات وسائل الاثبات تأتي بها النياب العامة وتأراض امام الجلسة وتلاقش في الزلسة وشفاويا نعم القادة الجالس اذا لم يكن اوكس الاثبات لا يبحث عنه يبرئ اذا شك يبرئ النياب العامة يتكلف وبمعنى القانون فصل بين عمل النياب العامة وعمل الرئاسة فانا حينما اتابعته في حال الصراح انا قد انصرته نعم وانصابيره ايه 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 اذا غير مختنع بمتابعة لا غير مختنع لا هناك انا كقادي النياب العامة اعتقادي اعتقادي من خلال حيثية وقرائن الملف ان هناك فعل ولكنه ارتأت ان لا اتابع هذا اعتقال هذي كذا منادي هذي كذا امتياز اعطاه ايضا القانون نعم اذا ننتظر من القادة الجالس ان يقول كلمة الفصل لو لو اعطانا المشرع انني كن كن يباعم وقضع حكم ان ننتابع وننعتقل وننحكم هذه لا مصيبة لو كنت في ايضا الضمانة من ضمانات للمشترع فاصلا بين عمل نياب العامة وعمل قادر جالس حينما تابع سيد الوكيل العامة انه قد انصفه اعرف اطار الضمانات لانه ما اعتقلوش اطار الضمانات ما اعتقلوش فعل لانه كين اشخاص كتير اكتار يعني اللي عندهم ضمانات كتيرة جدا ضمانات كم مكان عينية مادية معنوية ان غير ذلك ومعندك يتم المتابعة في حال تعتقال لانه مشترع اعطانا الحق انه اتابع اذا كانت ضمانات معينة ان الشخص يتابع وكن مع ذلك اني بالعامة تأمر بالاعتقال دياله وحاله على الجزاء والعالمية في حالة اعتقال وكن اقولك سيدة سيدة محترم اذا كانت حالة تلبوس واخر نخلين نحيدو حالة تلبوس لا نحيدو حالة تلبوس القادم واضح اذا لا يمكن انت حدث عن ضمانات دائما نقول عنه ضمانات لا يعتقل لا في غيرها انا كانت حالة تلبوس انه يعتقل نفس القانون في غير حالة تلبوس هنا المدى السبع الربيع اذا حدثنا الراعتقارة مقنن نعم مبقاش خطرة الافعل لا لكن يكتبوا لي خطرة الافعل نواب مبقاش خطرة الافعل فقط وعدم وجود ضمانات لن تجد لن تجد لن تجد متابعة في حالة اعتقال لنعدم الضمات فقط سوف تجد نعدم الضمات وخطرة الافعل الامية نعم نتوقفوا لي اللحظات في المؤدين نادي لصلاة العصر حسب توقيت الضر البيضاء والنواحي تقبل الله وصلاةكم بمزيد من المغفرتي والأجري والثواب ونعود لنواصل باستقبال مكلمات المستمعين حلقة اليوم محامية الواطن سبقوا معنا بس نشوفين رجعنا لكم مجديد مستمعين الكرام العالم مازال موصني ومازال مستمعين معكم في هذا اللقاء بحضور دائما دكتور سعيد ناوي اللي هو أستاذ جامعة بجامعة الحسن الأول المحامي بها تقدر البيضاء مقبولة لحكمة النقض وحضور ضيفنا اليوم اللي هو دكتور سعيد الناوي اللي هو نائب وكيل عام للملك بمحكمة الاستناف في مدينة الدار بيضاء السفقة تخلي عشي شو يوم باش خرج لي يا سليسة نمشي وناخدو معنا بطبيعة الحاسية المستمعين ومكلمتهم نمشي وناخدو معنا السي خاليد منفاس مرحبا بك السيدي مرحبا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخطيتم شكراكم بزاكة أخطيتم شكراكم بزاكة مرحبا السيدي مرحبا بزاك أخطيتم مشاكل أخطيتم مشاكل أستاذ بيتم عوضنك ليسالك سودر حكا سمعك المشكلة اللي بولي وهو أنه عندي واحد سيدة برتمية طلاقة اتساقي وتفقنا اليوم شي على المحكامه وعطيتنا المحكام هذا عطيتنا موافقة للتطلاق وفنعيت علامات يتجيش وفالاخر ده تفقيتمو كان مرحبا ومعارش عندينه ومشكلة أخر تاني عندي وهو واحدة اخوية دري صغير ضرب واحدة بحجرة وقال سفعينو عطينا شي ملينا اتساك فالاخره عطينا اتعلينا دعوان لمحكامه مثلا محكامه الكلات المليون استانتنا مستاذنا مستاذنا وستنحتوى عطينا طلبتنا المحكامه السيد المليون ومعطينا شغان من دراسات الحالة كالا مكاسي خايد هاد السؤال تاني يتوضحو كيباشتل بحكامه هاد السؤال تاني وضحوين هاد السؤال تاني نعم نطلبونك توضيح سؤال تاني يعني هاد المسألة اللي قلت دي فنوبل الولى ثلاثة المليون فنوبل الثلاثة المليون اتعلينا قيد فينا وشنال عطينا اتعلينا 20 مليون ونتينيو تنازلها عن التعوى وعوثاني عوثاني ارتعبنا دعوى خراكة ترى دروا لو ودورة مقاشية شفرة هادى وحكمت المحكامه ستلاثة المليون عوثاني ستانفوا هما مرقب انيش هندك ستان في التعوى وحكمتناها محكمت هذا ستلاثة المليون وشتو المشكلة ده عندكم ايه دي ناس غلطين عبابينا تمشير هذا الواقع ولكن وش تساؤل وش تساؤل حولها كيفاش ادنا 3 مليون ولستات المليون اذا وش مو تساؤل لا تساؤل اذا ما حكوانا بستدلوش وش عندما حكنا ودين ستانفوا لاش نغاد ندركوا مرحبا سيدي مرحبا واخا ومش ازوبنا المشكلة واخا سيدي اهلا وسلم انا طرحوا الاستدناوي وش عيب عيب اني مثلا جيز زوجة ديالي الفيسبوك والانا الزوجة ديال الاستاذ سعيد الناوي وش يمنعه القانون لا يمنع هذا هو السؤال اللي اطرح قالك انا وقعنا انا ما فهم سيدي انا وكي غير انطلقها وكي ما اصدرش الحكم باقي الصيفة ثابتة انها الزوجة ديالي ولمش فيسبوك قالت انا زوجة محمد رعادي جدا مكيش مشكل انا ربما نحنشوف في حاجة اخرى ربما انا وكي تساؤل بما ان انا مشوه المحكمة بطلق اتفاقي او رضائي وقاضي ما اعطى مش الادن اعتقد باقي ما كانش اذا باقي زوجة دياله اذا تصرف منطقي باقي المران تشوف انت يديرك انا زوجاتك طبعا الآن في فلاكارت نانسيونار كي تديره الزوجات فلان وان كان ان هذه من صفات الشارع الاسلامية اعطت الاستقلالية المرأة في حمل اسم ديالها اسم ديالها لا يزول بالزواج بخلاف مثلا شريعات الغربية انها يزول الاسم وتقول مدام فلان اما في الشارع الاسلامية انه تحتفظ بالاسم ديالا وإن كان الآن في إطار تهيئ البطاقة الوطائية أو غير ذلك كان تضاف هذه اسم زوجة فلان زوجة فلان تضاف وإن كان ليس لها سند أعتقد لقانون أشعر إذا فيما ترقب السؤال الثاني السؤال الثاني المتعلق هذا حسنا يتبين أن هناك دعوة عمومية من أجل الضرب والجرح حق قاسر الآن فيما ترقب المدني يؤديه الولي وأنه أول درجة حكما تبقى 30 ألف ذرهام تسوء نفا وسعنا في الأطراف المحكمة للسناف رفعت المبلغ التعويض إلى 60 ألف ذرهام يمكن أن يتقدم بالنقد ولكن النقد لا يوقف تنفيد في هذه النازلة لأنه يمشي دعوة عمومية فقط ولكن دعوة عمومية ومع تعويض أي دعوة عمومية ودعوة بدنية تابعة وإن كنتوا لاستوا من المحببين للمصطلح ما كيف تفكرهم من المصطلح دعوة بدنية تابعة ما كيف تابعة ما كيف تابعة وإن حنا باش نتفاهمه إذا تعويض المدني بحكوم بيزاية تعويض العقوبة الزجرية طيب أنه يمكن لي أنه يعمل تعويض ولكن نرى هذا النقد عفوا لم يمكن لي أنه يتعلم بالنقد هذا القرى السنافي وإن كان هذا النقد لا يوقف تنفيد في جهي هذا هو الجواب نعم عير عير واحد القاعدة اللي قد قال ديمان لا يدار أحد باستئنافه من أنه أملكستانف الشخص إما أنه يتبت الحكم السابق وإما أنه يعني يلقس منه فنادنا جدا أن القادي يرفع من تعويض يرفع من العقوبة يعني ما سند هد لكن فهذا النازلة هم أطرف بجوج مستنف أطرف بجوج نعم إذن نعم مستنف بوحده لأنك قاعدة عام مزان لأنك قاعدة فعلا هو جاءت بمن أن يأطعن بالاستناف ما غايتي غايتي هو تصحي الحكم السابق الذي أراه غير مناسب لي وبالتالي قادي لا يمكن أن نرفع عباد تعويض مثلا إلى أحد أقل لأنني استنفت وحدي في المعنى يبقي عليه أو ينقص منه إذا استنفت أنا وحدي تعويض المدن لكن في النازلة إذا استنفت طرفان الضحية والفاعل فهنا القاعدة تعطل شكرا نخدو معنا وحدة رسالة تقول تحية لدك السير الكرام أما أنا أريد القول أن أغلب محاضر الضابطة القضائية لا تحترم فيها الشكلية القانونية وهي ضرورة إخبار المتهم بحقه في التزام الصمت أو حقه في تنصيب المحامي أو حقه في رفض التوقيع وما دمنا أنه محاضر الضابطة القضائية وسيلة الإتباس فهناك المشكلة في كثير من الناس تعرضوا لتحريف المحاضر وكيقولوا التعذيب وحينما ذهبوا الوكالة الملك أذكروا الأمر هناك نطرح السؤال هل وكيلمالك ضابط سامي للشرطة القضائية يمكن أن يبطل محاضر ضابطة القضائية أمر صعب نظرا للعلاقة التبعية بين النيابة العامة والشرطة القضائية وغاتيلا ما تتمسك النيابة العامة في الجلسات بأن المحاضر كانت قانونية وهنا من الصعب رئيس الجلسة أن يدفع ببطلة المحضر باعتبر أن ملتمسة النيابة العامة وجاب ضمها في الجوهار وأخذها بعين الاعتبار تحت طائرة البطلة هذا تدخل درسي حاكيم فيما يتعلقوا ياسمي حاكيم أنا نقول بأن هذا عنده درأيه بالقانون لا مش حاكم الوردي بعدها هذا الدكتور دي أنا حاكم الوردي سحية لو ما بمينه برهدا لا أنا أتكلم أحيانا يتقل الكلام هكذا ليس هناك محضر وأزيم ما فيش إشعار بالأمر بأنه محقية تنصيب محامين أو أن يلوذ بالصمت أكثر من ذلك يعني كينا في المحضر كدر في المحضر ضروري ليس هناك محضر يخلو من هذه الإشعار لغي بلتي يا أسد في الواقعية الواقعية إلا قدت عليك الشرطة القضائية القبض من حقك أنك لازم الصمت وطلب المحامي جال كدر يخل معك وتشعر وتشجل ومسجلان لا تكسف المحضر تكسف المحضر ثاني شيء كيف يوقل أن ندفع بوجود تعذيب ولا أثر الله بذا عرفت حنا المجال هذا الأمر خطير بذا عرفت عرفت حنا المجال للإدعاء دواء تبات سوف نعتقل كل الناس ونعتقل كل دباط لأن ربما إحنا لا.. إذا قلت tú قبل ربيع وكوصему أو خرج عليها حسن السعيد ثاني شيء بنا نتكلم فيه وفي حالة وكل ملك الوكل العام ونوابهما ضبط سامون ولكن الابطال يبطل قادر الموضوع ولكن النياب العامة إذا كانوا كتقصير فإنها تحيل الضابط على الغرفة جنحية وقد تتابعه وكين حالات؟ كين حالات؟ إذن ليس هناك أحد فقل قانون ولو عضو النياب العامة ليس خارج القانون القانون يحكوم الجميع ولكن ليس هناك حالات وبالتالي فيما يتعلق بالمتابعة النياب العامة القانون يلزم هذا النياب العامة التي تتابع ويجب أن تدافع المتابعتها في الجنسة وهي التي تلزم بإحضاري وإتباتي وتثبيت التهمة إذن القادي الجالس هو قادي محايد هناك طرفان هو طرف المحايد بين النياب العامة وبين المتهم أنتم حينما تلجم المحاكم القاعد تجدون النياب العامة على الجانب هذا غير تاريخ لا أهمي في فلسفة القانون نحن على طرف متساوين أنا أتابع هذا الشخص والآخر يدافع عن نفسه وأنا آتي بوسائل إثبات ضده وهو له الحق أن يوفني ذات وسائل إثبات هذه هي الطريقة القانونية والقادي الوسط إذا ما تكفت النياب العامة فهو مع النياب العامة ومع القانون إذا ما تكفت المتهم فإنه يبرئه إذا شك فإنه يبرئ أنا بغيت أن نغتنم يعني كالصفة اللي كانت أقبل يعني كقاضي هذ البدعات يلضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر وش هناك شي ساند قانوني أن يعطي الحق للقاضي أن يضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر وهل هناك ساند قانوني لا يمنع ما كانش بما أنه ما كانش فإذا فكرة تجاهي فإذا لماذا تبعد يا سيد السعيد على أن توجد السعيد يجيب بأسئلة توجد مقتدر وحينما تسأل تقول لا لأنه ليس هناك نص القانوني يلزم القاضي الحكم بأن يجيب المقعد فنيس هناك ما يلزمه بأن لا يضم الجوهر لا حيث اللي دفعني هذا السؤال تجاه دي مثلا المحكمة التجارية في إطار القانون التجاري أنه كان الآن أصبح يحكم في الدفع الشكلي قبل أن البت في الموضوع مثلا في الاختصاص يتم البت بحكم المستقل وعش من بعد إما مختصة أو مختصة كانت مختصة كتكمل قضاء تجاري فبالتالي أنا قلت كان كقياس في إطار الجنحي إذا كان مثلا قادي مقتنع بأن الدفع الشكلي معين ثابت وله ما يبرره لماذا أنه يحكم بطلان المستارة مثلا أنا أخبرك ليس هناك وجه المقاضة أنا أعتقد لماذا؟ أنا أعتقد الدفع الدفع يتحدث عن الدفوع بعدم اختصاص النوع مثلا هناك نص واضح نعم ليس هناك أكثر من ذلك أنا أعتقد صبر الظاهرة الصحية لماذا؟ قادي بشر إذا دمر الجوهر فإنه سيبحثوا فيه أما حسن لك الدفع أنه يبحث فيه ونصفك لأنه قد ممكن نخطئ إذا حكم على المقعد ممكن أنا كتبلي الظاهرة الصحية أنه مضمر الجوهر ونبحث فيه إذا تبت أنه مبني على الأساس نأخذ به ما سخي ناش بك أستاذ دكتور سعيد ناوي كان لقاء فعلا غني جدا وممتع معك كنشكره بطبيعة الحال دكتور سعيد الناوي اللي هو نائب الوكيل العام لجلالة الملك محكمة الاستناف بمدينة الدر البيضاء وأيضا كنشكره على حضوره على حفاوة النقاش معاه وأيضا على التواصل الرائع جدا وإن شاء الله أكيد فرصة قريبة بإذن الله تكون معنا مرة أخرى ستسعيد الناوي أنا الذي أشكرك شكرا جزيلا وكشكره أستاذ سعيد الذي أراد وتعمد أن يستفيد ذلك الله يسامل برنامج سلام كشكرك دكتور سعيد ناوي كالعدام طبيعة الحال أستاذ جامعي ومحمية أتدار بدا مقولة لديمحكمة النقد على كل هذه المواد التي تتقسمها معنا وأكيد أنه الموعد متجديد بك دكتور سعيد والإثنين بإثنين شكرا جزيلا لك كشكروا مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة دمتم في رعاية الله عشية طيبة إلى اللقاء